اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم في ستات كتير في العالم تحب وخصوصا النجمات تحب تحكي تجربتها مع تأخر الإنجاب تحب تحكي تجربتها مع الحمل المتأخر نسبين في السن اشهر الستات دول او اشهر النجمات دول هناك بقى في اوروبا امريكا المنظومات او منظومة تأخر الإنجاب تستفيد من انه النجمات تبين قد ايه العلم عمل مجهود ونجح في اشياء قط كانت في ماضي تبدو معجزات سوزان سارندون واحدة من اشهر ممثلات الامريكا حملت ثلاث مرات تخيلوا وانجابت ثلاث اولاد في سن هي دلوقات عندها 71 سنة اولادها انجابتهم في سن كام 39 اول طفل 42-45 بتأخر إنجاب اكيد اخصاب مساعد وحقن مجاري الاشهر من سوزان سارندون نسبين جينيفر لوبيز ولو انه طبعا سوزان سارندون افضل كتمثيلين بكتير لكن برضو اتلاقي انه جينيفر لوبيز تأخرت في الانجاب بشكل كبير كيلي بريستون كيلي بريستون كيلي بريستون برضو انجابت في سن هي عندها دلوقتي 55 سنة حملت في سن متقدم 46 سنة سيلين ديون يعني دي لها قصة شهيرة جدا في الكفاح كمان مع جزها يعني 6 مخلصة و6 جدعة جدا المبدعة يعني سيلين ديون برضو هالي بري نفس الكلام نفس القصة ويجيب لك بقى سلمة حيك ممثلة رائعة سلمة حيك على فكرة يعني ممثلة مبدعة لها افلام حلوة جدا سيبكم لها افلام التجارية لكن لها افلام انسانية رائعة جدا مادونة نفسها انجابت في سن 36 ثلاثين وبعدين واحد واربعين وكمان دخلت كمان تبني في حياتها كتير وغيرهم كتير ومارية كارية كل دول لعب دور كبير جدا في حياتهم تأخر الانجاب يعني ولعب دور اكبر تحياتهم الاخصاب المساعد والحق الميكري نهارده معانا نجم من نجوم الحق الميكري واحد من المبدعين في الحوار العلمي والحقيقة بسعد جدا بأطروحاته لقلمين نهارده حوار عنوانه البساطة ايه اللي بيدور في دماغ الناس حول الاخصاب المساعد طيف العزيزي بسوط الدكتور محمد ابراهيم سالم استشاري الحق الميكري واطفال انا بيبوا تأخر الانجاب مراكز دار الطب العريق اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك تأخر الانجاب فيه اسئلة كتيرة تحيط به وقصص مسيرة اولها حكي لك قصة خاصة كتير قوي زوجين عندهم تأخر الانجاب الزوج يقول لزوجة روح يعمل لي تحليل ويشوف الوضع ايه وعنبني على اساسه طريقنا فيه تأخر الانجاب ويتأخر الزوج او يعني فيه مراكز يمكن كمان ما تاخدش بالها من الرجل يعني رجل مش جاء النهاردة لعمل لي التحليل ونمشي في تجاه التحليل الصرف ده صح ولا غلا؟ لا التصرف ده غير سايمة على الاطلاق يعني انت النهاردة عشان تحط يدك على المشكلة حط يدك على اساس المشكلة هي ايه اه اي زوجين النهاردة فكروا في يوم من الايام ان هم هيستشيروا طبيب او طبيب التنسة والتوليد الخاصة بيهم ما فيش حاجة اسمع الزوج يروح لوحده او الزوج تروح لوحدها لابد ان يكون الزوجان معا تب ليه يعني هل هي مثلا عشان نعطل الزوج عن اداء المهمة بتاعته او الشغل بتاعته ويقعدوا لك انا باخد اجازة لا الجلسة الاولى دي لا لها وزن جامج جدا سواء للزوجين او للطبيب المعالج ليه؟ لانه بعيد عن تأخر حمل وانجاب ما ممكن يكون عندهم مشاكل في العلاقة الزوجية يعني وجود هذه المشكلة في حد ذاته يؤدي لتأخر حمل وانجاب ما نقدرش النهاردة نعرف اسرار العلاقة الزوجية وايه المشاكل بينهم اللي ما يكون الزوجين مع بعض ممكن يكون عندهم ضعف فيه الثقافة الجنسية وبالتالي مش عارفين الاوقات المعينة او كيفية اداء العلاقة الزوجية انت النهاردة ما تقدرش تشرح لطرف والطرف التالي مش موجود النقطة التالتة تصحيح المفاهيم الخاطئة انت النهاردة روحي انت تطميني على نفسك ولو لقيت نفسك كويس بقى نشوف الراجل بتاعنا اخبرويا احنا النهاردة بنقيص لأسف تأخر حمل وانجاب بالرجولة يعني طالما انا كويس وعند الانتصاب كويس يبقى انا زي الفل لا انت كل المراجع العلمية والعقل والمنطق بيقول لو احنا النهاردة بندرس موضوع تأخر حمل وانجاب رقم واحد احنا بنسلط الدوء على الزوج هو اللي يروح يعمل تحليل سالمانه فلابد ان تكون الزيارة الاولى للطبيب للزوجين ليه للزوجين هنعرف بعض المفاهيم هنقول مثلا اولا العامل النفسي طول ما فيه اتنين حديث العهد بالزواج بعد مرور شهر او اتنين ذهب الى طبيب النساء والتوليد للسؤال عن تأخر حمل هنا لابد ان يكون دعما نفسيا للطبيب قبل الزوجين يبقى اعرف الناس ديات يصيبها بعيد عن الطب خالص بعيد عن بقى الفحوصات وتأخر الحمل الناس بدأ يعتريهم القلق والتاطر فانت النهاردة انت مش طبيب نساء وبس انت لابد ان يكون هناك جزء نفسي بتفتح الموضوع مع العين وتبدأ تفهمه انت النهاردة هل فعلا انت مصنف تحت بند تأخر حمل وانجام ولا انت لسه في بداية الطريق وانت أساسا ولا انت خارج التصنيف أساسا ما عندكوش اي مشكلة ويهي الظروف اللي انت بتمر فيها دي الظروف طبعية لانه مجرد ان انت تبعد التفكير عن الحمل وعن تأخر حمل هتلاقي الزوجين الست بتحمل في اي لحظة يعني مجرد ان انا بطل التفكير ان انا عايز احمل وخط نفسي تحت ضغط وتوتر جامد جدا انا ازاي صاحبتي اللي دخلت معايا ما حملتش فاحنا وجود الزوجين معا تقدر تفهمهم انه دي هت حاجة طبيعية جدا ونتأخر حملي يعني بعد مرور سنة او سنة ونص زواج من اقامة علاقة الزوجية سوية وتفهمهم يعني ايه العلاقة الزوجية اللي احنا بنقصدها من التعريف بتاعنا وتفهمهم ان احنا لسه في بداية المطاف وتعرفهم ان احنا ما فيش حاجة اسمها تأخر حمل بعد شهرين او ثلاث شهور من الزوج عشان الست النهاردة تسمع الكلام ده لوحدها وتروح تنقله الجزهة ممكن هو مش هستدقى اساسا ولا لا حضرتك ايه اكيد انت في حاجة ما فيمتاش من الدكتور بتاعك احنا نروح نشوف الدكتور تاني وتبدأ رحلة العذاب يا دكتور ايمان بقعد مع الدكتور محمد شهرين واسب الدكتور محمد روح للدكتور ايمان شهرين وهكذا وتبص لقي البهدلة بتاعتنا وده يطلب فحوصات وده يطلب فحوصات واحنا في حد ذاتنا معرفناش يعني يتأخر حمل فوجود الزوجين معا في عيادة طبيب الناس اولا هيعملهم دعم نفسي قويس جدا جدا ثانيا هيقولهم هل انتوا فعلا تحت بند تأخر حمل انجاب ولا لا ثالثا هيبدأ يقولهم ايه الفحوصات المطلوبة من الزوجين عشان نقدر نساعد بعض في التشخيص الفحوصات المطلوبة دي بتبدأ بالزوج وليس الزوج على الاطلاق هو تملي فقتين هقول الثقافة بتاعتنا والعقلية بتاعتنا بتميل الى انه الست هي اللي عليها المشاكل وانه هي السبب في التأخر حمل والانجاب وانه المفروض هي اللي تتعالج وانه المفروض هي اللي نبص عليها بين الاعتبار وهي المتهمة في كل مرة اهل الزوجين الاسرة جميعا تملي الموروز بتاعنا لأسف وممكن تكون الزوج صالوا فيه من التخلف العقلي ما فيه يعني ما هو جبنا احنا نحاول نفهم بقى الناس ونصح ازا كده يعني انت عندك الصورة ديها ملايين الحيوانات الملوية ده ده تحليل سائل الممتاز النهاردة فيه بعض الاحيان بتيجي تعمل تحليل سائل الملو وما تلاقيش الصور دي خاطر بص الفرق بين الصورتي ده عنده قلة فيه الحيوانات الملوية هنا عنده يعني قصرة فيه الحيوانات الملوية فإذا مجرد النهاردة انا مش مش قعدتي مع الزوجين عشان اتهم الزوج أو الزوجة مش مش تحقيق احنا مش في محكمة عشان نقدر نقول مش عايز تطلب نحن دكتور عشان نحمل مسئول للزوج أو الزوجة ولكن احنا بنضع عايدين على المشكلة فين ونبدأ نعالجها فبنبدأ طبعا بتحليل سائل الملوية للزوج والله الزوج الناردة كويس بنبدأ الفحوصات اللي احنا بنكمل بيها عشان نقدر نساعد على التشغيص هنتقل الى مستوى تاني في الفكر اللي هو انكار قيمة بعض التحليل يعني لنا قديك تقول لهم نعمل تحليل هرمونات فلو هم قارين شوية ما ندخل في الجامد نشوف المخزون المبيض نشوف مخزون نشوف الأنابيب نشوف الراحم نعمل منظار وفي مراكز قريدي يعني ساعد عبوصة لقيت فيه بتحليل مفعودة مش موجودة تحليل هرمونية احنا برضو لازم ما ننسقش ورا المريض في هذا الحوار لانه في احيان كسر جدا الستة تقول لك ايه وانت مش هتعمل لي موزوم ببيضة وانت مش هتعمل لي هرمون اللبن فيه تحليل أساسية دكتور أيمان يعني مثلا الرجل عنده تحليل سلمان هو ده التحليل السعي الأساسي عندنا في الطب فيه تحليل بقى اللي هي عارف اللي هي صفستائية التحليل أو يعني حاجات كده الفانتازيا بتاع التحليل شوية فيه بعض التحليل زي ده تكسير مادة الورصية ده ما يفعش عمله روتين لكل الناس تيجي الستة تقول لي أو انت مش هتعمل لي جزء تحليل دي ان ايه لأ هو من ده مش ليكي واحدة النهاردة بالدور هتأخر حمل ولسه حديثت عادة بالزواج ما يفعش أقول لي جزء وعمل تحليل سابقا سوى حمل دي دي في راجمان تيش دي لحالات معينة مثلا إجهاض متكرر يعني فشل متكرر في حال المجهاري يبقى مش روتين النهاردة لأن التحليل دي مكلفة جدا ما الصح النهاردة ان زوج وزوج يدخلوا علي اروح انا حافظ بقى انت اعمل واحد اتنين تحليل اربعة وانحظيك تعملي واحد اتنين تحليل اربعة ونشوف نتيجة التحليل تبصت لا انت كلفت العيان النهاردة عشرين تلاتين الف جنيه تحليل ما ليس لها قيمة فلازم انت النهاردة تصح مفهوم الراجل عن التحليل والست برضو هي كمان النقطة التانية تيجي الست النهاردة تقولك يعملي مجزوم بيان انا كنت بطالب ان كل السيدات وكل البنات في مراحل المعانة من عمرها تعمل مجزوم بيان ده علشان نتطمن على الرزيرف في المستقبل وعشان تأخر سن الزواج وعشان بعض المشاكل اللي احنا بنواجه في حياتنا بس انا النهاردة ست جات لي وعملت لها الصناعة دكتور ايمن ولقيت الوريان فوليوم بتاعي على الصناعة قويس جدا الانترافليكولار كاونت او المجزون اللي موجود شايفه على الصناعة بتاع المجزوم بيان قويس جدا انت النهاردة مفيش داعي ان انت النهاردة تعمل مجزون مبيض يعني دي صورة بتوضح برضو شكل المبيض والكور السودة دي بتبقى المجزون متوقع مبيض النهاردة شفت فيه عشر نشر كورة سودة غير مبيض شفت فيه كورة كورتين فانت تقدر بالسنس بتاع الطبيب النساء والتوليد تقدر تميز ما بين الست اللي عندها ضعفة فيه المجزون واللي عندها مجزون كويس الست النهاردة عندها مجزون كويس ما تروحش تعمل تحليل يفوق الالف جنيه عشان تقولها والله انت كويس يبقى احنا النهاردة لازم نغير المفهوم بتاع التحليل زي ما حدق قلت مش هي تحليل روتينية ولكن قيمة التحليل يا دكتور أيمن في التشخيص ان انت تشوف الست رقم واحد انا في عرف التحليل انا بطلبها اشوف الست دي اما انا طلبناها تحليل ليه انا بطلب التحليل ده رقم اثنين اما تظنى التحليل اعرف مدى الاستفادة اللي تعود علي اينا كطبيب في التشخيص ومدى الاستفادة اللي تعود على الست في النتيجة المرجوة من وراء هذا التحليل دول التلات معايير للمفروض أي طبيب النهاردة يعني بحطوهم قدامه كده وهو بياخد قرار ان انطلب تحليل من عينا فاذا مغزوم مبيد ليس روتين عند كل السيدات وخاصة لو انت متزوجة وعملت الصنار مهبري وبالتالي شكل المبيد بيبقى هو واضح لنا كلنا وانتزام الدورة الشهرية ممكن انا اطلب مغزوم مبيد في بعض الحالات انا اشكك فيها ضعف التبويض دورة غير منتظمة اوها كذا فيه تحليل مهمة جدا جدا اللي بتاعت كفاءة المبيد اللي بتعمل تاني او تلات يوم الدورة زي الـ FSH والـ E2 ديات حاجات عشان نشوف الكفاءة بتاعت المبيد وهرمون الـ FSH اقباروية فيه تحليل مهمة جدا 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 وديت يعني زي الـ TSH والبرولاكت دول حاجات اساسية عندنا في الطب الغضة الدراقية والبرولاكت دي حاجات الاساسية اللي احنا منشخص بيها تأخر حامل بتشوف فيه لغبطة فيه الهرمونات في بعض الاحيان تخيل انه طبيب النسا ممكن يطلب اداء تحليل معينة وهرمونات زي الـ FSH والـ LH والتسترول من الزوج تبق ام تبقى انا مش دكتور الزكورة ولكن في بعض الاحيان عم ارى تحليل السال منوي اشوف انه ممكن يكون هناك خلل في الغد النخمية لدى الزوج وبتدي اشارات مش بطريقة ايجابية للخصة عشان انتاج الحاملات المنوية وبالتالي انتاج الحاملات المنوية بيبدأ يقل سكندري هايبو كونيديس بالضبط كده فاحنا نعمل ايه بقى نطلب تحليل معينة نعمل اشعب الموجات فوق الصوتي على الخصتين ده اما نلاقي تحليل السائل المنوي للزوج مش كويس وبعد كده انا ببص على حاجة معينة عنده نقطة معينة بقول له حضرتك اتفضل روح عند طبيب الزكورة هو يقدر يشخص الحالة ويديك العلاج احسن منه فاذا التحليل ليست فوتينية هي تحليل معينة بتبئيس بها كفاءة المنوية تحليل مهمة جدا في التشخيص مش مطلوب مني ان انت حضرك اول ما تقعد معايا يقولك بقى ايه اعمل تحليل القطط والتوكسوبلازموزيس والروبيلا والطورش والحاجات بتاعت الاجهاض والحاجات بتاعت التغلط لا حاجات دي لحالات معينة لازم الناس تفهم ان كل الطبيب انتقال قدامه النهاردة هو حفظ كل اللستة اللي هو العيان بيدخل يذكرها ليه ولكن هي احنا مش حفظين احنا لازم يكون فاهمين ان كل ملف بيدخل العيادة بيختلف عن الملف اللي قبله وهيختلف عن الملف اللي بعده فهو مش روتين في التحليل ولكن كل حالة لابد ان ينظر الى السن وينظر الى كفاية المبيض وينظر الى الزوج عشان نقدر نقيم الحالة ونصل الى التشخيص السليم الحالة المجالية صورة رائعة من صور الاخت بالاسباب في تحت مظلة مشيئة الالهية لانه عن المجالية تطور كبير جدا في تكنولوجيا الاخصاب لكن في النهاية هو وسيلة واسلوب وسبب من اسباب الحصول على نعمة الانجاب انت بتاخد بالاسباب الاسباب دي ممكن تعمل انت وتكتهد وتشتغل وتعمل الواجب بتاعك المصبوط وما تنجحش بس انت خدت بالاسباب بس مكافأة لك عشان انت خدت بالاسباب ودرازة الملف كويس بتبقى صورة وعط حالك كويس قوي ولما بتيجي تكرر تجربة تانية مع الاخت باسباب اكبر واكتر بعد ما فهمت انت فين النقطة الانجابة او الجايزة بتكون رائعة وتبقى في صورة نجاح للتجربة بعد بحضرتك خدت بالاسباب مش انت بس انت وكل فريق عملك ضيف العزيز المبدأ دائما سيد دكتور محمد ابريم سلم استشاري الحق المنجاني واطفال النبي متأخر والانجاب بملك اصدار الطب العريقة نورتنا وابدعت في الناس الحلوة ومازلنا عندنا الكثير من الافكار نستكمل تباعنا ان شاء الله ان شاء الله في الجزء القادم سيكون هناك العديد من اسئلة حول منظومة الحق المنجاني في الناس الحلوة خليكم معنا سلام انت قاعدة تأخر انجاب عشر سنين والحمد لله الدكتور احمد عوض الله هو اللي يعني طلع ايه السبب من اول تجربة ربنا كرمني وبعد سبع سنين عملت محاولة تانية وربنا كرمني مع عبد الرحمن والحمد لله باشكرهم جدا رجعوا الامل فينا وابتسامتنا في الحياة الحمد لله يعني ربنا كريم الحمد لله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة